ممتع أن تفوح نسائم الربيع في الشتاء فتذيب برودته وتلون قتامته إنها اللوحة التي ينتظرها بشوق عشاق مهرجان الأوركيد في حدائق كيو الملكية للنباتات غرب العاصمة البريطانية لندن في دورته لهذه السنة دائما ما يكون حدث كهذا موضع ترحيب كبير خاصة وأنه يحدث في أواخر الشتاء حيث الجو مازال قاطما وممطرا ولا تزال الحدائق نائمة أكثر من خمسة آلاف نوع من الأوركيد أو زهرة عطر الملوك كما يطلق عليها ستعرض في المهرجان وستأخذ دورة هذه السنة زوارها نحو عالم الأزهار الشهير في كوستاريكا بأوركيده المميز إنها عائلة ضخمة ومتنوعة وهذا يجعلها ممتعة للغاية هناك الكثير من أزهار الأوركيد في كيو ولدينا بعض الأنواع الخاصة والمهددة بالانقراض وهنا تكمن متعة المهرجان في اعتقادي من حكاية العصر الفكتوري بداية الثورة الصناعية في الإمبراطورية البريطانية أضحى امتلاك أكثر الأنواع ندرة من زهرة الأوركيد هوسا لدى كثيرين ويحكى أن رغبة الأثرياء ازدادت وقتها في جمع هذه الزهرة باعتبارها رمزا للثراء والترف فكانوا يستأجرون من يطلق عليهم بصياضي الأوركيد ليجوب العالم بحثا عن عينات نادرة منها وهذا يعني سفر هؤلاء إلى أماكن غريبة وأسلك تداريس وعر والتعرض لأمراض خطيرة إن نجوا بالأساس من هجمات منافسين لهم في هذا الصيد الثمين اختلفت الظروف اليوم والأوركيد لم تنجو بعد من شبح الانقراض ففي جميع أنحاء العالم يعتقد بوجود ما يقرب من 28 ألف نوع من هذه الزهرة ألفا نوع منها يعرفها الخبراء جيدا ويأسفون لإمكانية انقراضها قريبا